في حادثة موسفة جاء شباب مقرن إسحاق بأعجوبة من موتن محقق بعدما تعرض لحادثة على إثر إصابته من طرف قارب سياحي تعدى المساحة المصموح بها بالشاطئ المدريد ببني ساف في عين تيموشنت اقترب أكثر من الشاطئ قبل أن يسطم إسحاق ويلود صاحب القارب بالفرار حين كده يلقى حطف على إثر إصابته البلغة لو لا تدخل أحد أصحاب أحد المواطنين لإنقاذه وإخراجه للشاطئ كامل بوعد زعبي تراصد التالي اللي قليسار يتمشى في الشط 400 في الساعة 500 أنا دخلت النعوم شتق ليسار في الشط مش بعيد ولا خاطر كوك تبعيد كوك تنموت حاجة ربي يسترني ضي على يدي كرعية كوما كاش ناس شوفون يخرجوني للشط أنا شتلموت والحياتة أنا نتمنى أنا كيراني نظر هكا بشي نطلب من هاد سيد حاجة نطلب من هاد السلوطات يشوفوا هاد الشطوط يحاولوا على أولادهم هاد الناس خاطر واحد إنسان عاقل ما يدرش هاد شي واحد مخلوع اللي دير هاد شي انت باشار ربي خلقك عند القلب جي بضيعني ها كوطرة أموة واللي عندي حلنا نتمنى يدخلوا السلوطات يحبسونا هاد الجيسكي والليقليسار يبعدهم على الشواطئ سوئ يبعدهم على الشواطئ لكن هاد اللي ضربه ما عنده حسن ما نطع رخصة وره المراقبة ما كاش مراقبة